فاكرين مشكلة أسرار الطبخ مع سمر اللي أدت إلى إيقاف الربح على قناتها لمدة شهرين وأن حضرتك تدخل على خانة تحقيق الربح تتفاجئ أن فيه عندك تعليق لحساب جوجل أدسنس يعود إلى القيود المفروضة على البلاد أو عمليات نقر غير صالحة أو أسباب أخرى متعلقة بالسياسات لازم حضرتك تكون عارف أن المشكلة دي مش نقارات غير شرعية يعني حضرتك لازم تكون عارفة أن دي لها حل أيضا المشكلة دي لها حل طبعا المشكلة دي حصلت في قناة يوميات أمنية ومؤمن مؤمن أخويا حبيب قلبي إن شاء الله نحلل المشكلة والمشكلة هتكون سهلة لأن حضرتك لو جيت بسيط هنا وشفت هنا أخطاء وهنا في أدسنس تم تعليق حسابك مؤقتا بس أنا عملت المشكلة دي وبحاول أن أستنى الانتظار الرد لقناة أمنية ومؤمن لكن القناة الثانية بعد التعديل على البيانات أيوة إضافة طرق دفع أو التعديل على المعلومات الضربية أو أي تعديل بيحصل في جوجل أدسنس الفترة الأخيرة بتتفاجئ بالرسالة دي الدفعات من اليوتيوب معلقة بسبب مشاكل في حسابك يجب إصلاحها المشكلة دي إلى هذه اللحظة لم تؤدي إلى إيقاف الربح على القناة لسه القناة شغالة ربح ممكن في الفترة دي خلال السبعة أيام أو الثمانة أيام ممكن تغير حساب جوجل أدسنس ولكن ما نصحكش حل المشكلة وفضل مواجهها وإن شاء الله هتنحل قريبا عاجل أم آجل هتتحلها هتتحل وهي لها حل بس بتاخد وقت هي قعدة شهرين مع مطبخ صمر سبعة أيام مع المتوحد فكرة وهي معايق إيدي كان سبعة أيام بالضبط لكن عموما قعدة شهرين فلو أنت ممشتش صح في الموضوع ده علشان تحله يبقى أتأكد بالنسبة 100% أن ده ممكن يؤدي إلى تعليق حسابك نهائيا وفي إيميليات موجودة عندي في ناس من المحتوى التعليمي قاعدوا شغالين عليها مثلا ست شهور متعلقة إلى هذه اللحظة فالمدة هو أن حضرتك تنتظر الرد بس أمشي صح من أول مشاين الصح أنه لازم يكون عندك الاسم اللي موجود عندك في الحساب نفسه هو نفس الاسم اللي موجود عندك في الدفع معلومات الدفع معلومات الدفع دي الاسم هنا هو هو اللي موجود في إدارة الحساب فاكريين لما أنا غيرت أيوة أيوة غيرت اسم أصرر طبخة مع سمر وراحت علامة التوثيق كان الموضوع ده كله علشان أساوي الاسم بالاسم اللي موجود عندي في الإعدادات فلما ص topic 2 علامة الصح والتوثيق ريت لان تغير معها اسم القناة فركز وانت بتغير غير الحساب اللي جوه فيه الى هذه اللحظة فيه بعض الحسابات جوجل او اسم جوجل مرتبط ارتباط كبير جدا باليوتيوب لسه ما نفكش مع ان في شهر خمسة اللي فات اتفك اللي اتن مع بعض طيب انت لغا دلوقت عما تقولي المشكلة 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 الحل الحل ان حضرتك هتعمل هنا وتعمل المزيد من المعلومات هيجيب لك اثبات ملكية حساب جوجل ادسنس او تكتب هنا اثبات ملكية حيجيلك دي ادخل عليها الاولى حيجيلك ده اضغط عليه اللينك ده اضغط عليه حيجيب لك اللينك اللي قدامك حاول على قد ما اقدر ان انا اصابه لك في الوصف طيب اللينك ده هو مطالب من حضرتك تعمل ايه اول حاجة الاسم الاول واسم العائلة هو هو نفس اللي موجود في البطاقة ماينفعش تغيرهم هنا غير لما تغيرهم من جوه تغيرهم من ادارة حسابك كده وادخل على المعلومات الشخصية وابدأ غيرهم من الاسم هنا فوق وتحت وغير زي الفل انا معاملهم كلهم فوق عادي فوق وتحت عادي اللي انت عايزه بس هو الاسم الاسم تمام ادخل بقى هنا ما تحطش ايش مستعر اسم الاسم الاسم الاول واسم العائلة وبعد كده البريد الخاص بعد كده بتدخل اي بريد تاني خالص خاني نحط مثلا ايه المتوحد فكرة هو البريد التواصل التاني اد جيميل دوتكم ماشي ونيجي هنا احنا عندنا المشكلة في ايه المشكلة دي موجودة في تطبئات جوجل بلاي او جوجل بلاي تطور جوجل بلاي اضغط هنا ماشي باجي هنا على معرف الشخصي او معرف الملف الشخصي لحساب الدفعات اضغط هنا مع البغضة دي وانا بضغط هنا هيفتح لك صفحة الصفحة دي هتاخد اول 12 رقم موجود اهو 12 رقم دول اهو نسخ اقفل سكة السلامة مع السلامة ابدأ نزل بعد كده بيقول لحضرتك بطاقة هوية صادرة البطاقة الهوية لازم تكون الاربع اطراف بينين وخلفية واضحة والارقام واضحة والبطاقة واضحة مش فيها اي خلل ولا اي ظل خد بالك اقرأ الكلام ده اهو اقرأ الكلام ده عفوا ان تاريخ انتهاء الصلاحية بطاقة طيب يابك ان يكون بطاقة التعريف حالية وتنتهي صلاحيتها في غضون 30 يوم ركز على كلمة دي لان في واحد قاعد يبعد 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 والبطاقة اصلا هتنتهي بعد 20 يوم وكل مرة هو منتظر لو انا ما وضحت لهش انه البطاقة هتنتهي وراح جددها ما كانش هتحل الموضوع والحمد الله وفضل الله اتحل الموضوع بسهولة ويسر بعد كده اختار ملف اضغط عليه واجه هنا على المكان اللي انا شغال فيه مثلا الخاص بيه الناس واضغط على طول واعمل تحميل خد بالك السرطين لازم يكونوا كده واضحين اللاربع حواف واضحين بنسبة 100% يكون البطاقة الصادرة اللي قدام او العنوان موجود قدام نعمل نعم عشان يكون قدام وكل حاجة بالتفصيل ونعمل ارسال مع الارسال ده بيجيلك رسالة على جيميل الرسالة على جيميل اهي بيجيلك رسالة على جيميل نشكرك على ارسال المعلومات الرسالة دي انت بتستنى يوم اليوم التاني اليوم التاني على طول بتبعت الرسالة دي الرسالة دي هحاول احطها لك ان شاء الله عندك في الوصف الرسالة دي ان انا عندي مشكلة ماشي وتعمل هنا الرد بص اعمل رد وبعد كده ارسال كده هنا هت اسميهم تاني اعمل حفظ وبعد ده بترد على الرسالة نفسها بتقول انا عنده مشكلة وتعمل ارسال انت ردت على الرسالة اللي هو بعتها نشكرك ردت عليه من خلال الرد ده انت بتقول لهم انا عندي مشكلة ركز يعمل حاجة كده اليوتيوب يبدأ يركز معاك وتنحل المشكلة ان شاء الله بتقعد معاك يوم اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة عشر ايام ممكن شهرين ممكن شهر تس اخد بالك ما تبعدش نموذج واحد كل فترة جدد النموذج لان انا لما جيت عملت اصرار الطبخ مع سمر كان فينا مزج مفتوحة وقال لها ما تفتحيش نموذج جديد وانا قلت لها لا احنا لازم نفتح نموذج جديد وبالفعل فتحت نموذج على مسئولية الشخصية وقالوا ده بيخرف المتوحي الفكرة بيخرف طلع ما بيخرفش لان بالضبط وبعديها يوميها بالليل تم فحت الحساب وتفك التعليم فحضرتك كده هو ده الحل ان شاء الله هنبدأ نضيف الحاجات دي ان شاء الله في الوصف علشان حضرك لو عايز تعملها سواء اللينك اسبات الملكية او ان شاء الله الرسالة اللي حضرتك هترد عليها وطبعا البطاقات دي بتاعتك انت اللي تبعتها شكرا للجميع كان معاكم اخو المتواحد فكرة اسف لو لقيت اي تعميم في الفيديو ده لان البيانات دي مش بيانات خاصة بيها بيانات خاصة بالناس شكرا للجميع كان معاكم اخو المتواحد فكرة اللي دايما على فكرة في خدمتك شكرا للجميع شكرا للجميع